أهلا بكم بلغ عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا من 1700 إلى 2000 على الأقل فيما عدد حامل السلاح روح من 200 ألف إلى 250 ألفا عام 2013 في طرابلس ست ميليشيات رئيسية درع ليبيا وهي تجمع لعدد من الكتائب التي شاركت في إطاحة القذافي تسيطر على مصراتا وسارت الجفرى بني وليد ترهون الخمس مسلاتا وزليتن كتائب الزنتان وأبرزها القعقاع والصواعق كانت لها سيطرة على المطار وطرابلس الغربية بالكامل تحالفت مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر كتيبت ثوار طرابلس وقد بدأت تفكيك نفسها والاندماجة في الجيش قوات فجر ليبيا سيطرت على مطار طرابلس الدولي بعد نحو شهر من المعارك العنيفة مع ميليشيات الزنتان المدعومة من اللواء حفتر وهي ميليشيات من مصراتا والكتائب الإسلامية المتحالفة معها وتضم قوات فجر ليبيا غرفة ثوار ليبيا قوات درع ليبيا الوسطى والمعسكر 27 وكتائب من غريان وكتائب من صبراطا وكتائب من زليتن ومن قاعدة معيتيقا والزاوية ومسلاتا إضافة إلى الحرس الوطني بقيادة خالد الشريف الجماعات السلفية يقدر عددها بالألاف وتنتشر في غرب طرابلس وضواحيها كالزاوية وفي الزاوية ومصراتا والخمس وزليتن بعد سقوط القذافي حاولت الاندماجة في الحياة السياسية وكونت حزب الأصالة والتشجيد السلفي أما بالنسبة إلى الميليشيات المتفرقة فبعد حرب التحرير وفي العاصمة هناك الكثير من الميليشيات منها ميليشيا النواصي بقيادة عبد الرؤوف كارا وتعبد من أشرس الميليشيات تسيطر على قاعدة معيتيقة وبعض السجون وعلى منطقة سوق الجمعة بالكامل ومحيطها ميليشيا صلاح البركي وتتبع إداريا لميليشيا غنيوة وهي تجمع لمجموعات ومزيج من الثوار السابقين واللاحقين والإسلاميين ميليشيا بشير السعداوي وتسيطر على محيط الهضبة الشرقية جامعة طرابلس وباب بنغشير أما في بنغازي فنذكر من الكتائب والميليشيات قوات الصاعقة اللواء 319 قوات اللواء حفتر جماعة أنصار الشريعة كتيبة شهداء بسليم كتيبة رأفلس حاتي جماعة تحكيم الدين ومجلس شوراء الشباب